ما هي فائدة التمر مع الحليب؟ لقد كان مزيج التمر والحليب خيارا شائعا قرون ولسبب وجيه لا يقدم هذا الاقتران المبهج طعما لذيذا فحسب بل يوفر ايضا مجموعة من الفوائد الصحية سواء تم الاستمتاع به كوجبة خفيفة او حلوا او اضافته الى ابداعات الطهي المختلفة فقد اثبت التمر مع الحليب انه مزيج ناجح التمر وهو ثمرة شجرة النخيل له نكهة غنية وحلوة وملمس مطاطي مرضي وهي مليئة بالعناصر الغذائية الاساسية بما في ذلك الالياف والبوتسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات المختلفة كما ان التمر منخفض بشكل طبيعي في الدهون والكوليسترول مما يجعله خيارا صحيا لأولئك الذين يراقبون نظامهم الغذائي من ناحية اخرى يعتبر الحليب مشروبا غنيا بالعناصر الغذائية ويشتهر بمحتواه العالي من الكاسيوم وهو امر بالغ الاهمية لتطوير وصيانة العظام والاسنان القوية يوفر للحليب ايضا مصدرا جيدا للبروتين والفيتامينات اهوة والمعادن الاخرى مثل الفوسفور ان الجمع بين الحليب والتمر يخلق مزيجا متناغما من النكهات والمودد المغذية مما يجعله خيارا رائعا لكل من المذاق والصحة واحدة من ابسط الطرق واكثرها شعبية للاستمتاع بالتمر مع الحليب هي تحضير ميلك شيك التمر اللذيذ لتحضير هذا المشروب المنعش يمكنك مسج التمر والحليب والقليل من التحلية اذا رغبت في ذلك حتى تحصل على مزيج ناعم وكريم والنتيجة هي مشروب لذيذ ومغذي ومرضي يمكن الاستمتاع بهذا الميلك شيك كوجبة افطار سريعة اثناء التنقل او كوجبة منعشة بعد الظهر او كبديل صحي للحلوة كما يستخدم التمر مع الحليب بشكل شائع في مختلف المأكولات التقليدية حول العالم في مطبخ الشرق الاوسط على سبيل المثال هناك طبق شعبي يسم المعمول يتكون من معجنات مليئة بالتمر والتي غالبا ما يتم الاستمتاع بها مع كوب من الحليب مزيج التمر الحلو والحليب الكريمية يخلق تباينا مبهجا بين النكهات والقوام علاوة على ذلك يمكن دمج التمر مع الحليب في نظامك الغذائي اليومي بعدة طرق اخرى يمكنك اضافة التمر المقطع الى وعاء من الحبوب او دقيقة شوفان ثم صب الحليب فوقه للحصول على وجبة افطار حلوة ومغذية بشكل طبيعي يمكن ايضا حشو التمر بمكونات مثل المكسرات او الجبن وتقديمه بجانب كوب من الحليب كوجبة خفيفة لذيذة وصحية من الناحية الصحية يقدم التمر مع الحليب مجموعة من الفوائد يوفر هذا المزيج توازنا جيدا بين الكربوهايدرات والبروتينات والدهون مما يجعله خيارا مرضيا ومغذيا تساعد الالياف الموجودة في التمر على الهضم وتساهم في الشعور بالامتلاء بينما يساعد البروتين والكالسيوم الموجود في الحليب على دعم نمو العضلات وصحة العظام يعتبر التمر مع الحليب مفيدا بشكل خاص للأفراد الذين يسعون الى زيادة السعرات الحرارية التي يتناولونها مثل الرياضيين او اولئك الذين يتطلعون الى زيادة الوزن بطريقة صحية توفر السكريات الطبيعية الموجودة في التمر مصدرا سريعا للطاقة بينما يوفر الحليب عناصر غذائية اضافية ويساعد على بناء كتلة العضلات في الختام يعتبر التمر مع الحليب مزيجا مبهجا لا يرضي براعم التذوق فحسب بل يقدم ايضا مجموعة من الفوائد الصحية سواء تم الاستمتاع بها على شكل ميلاكيشي او دمجها في الاطباق التقليدية او اضافتها الى الوجبات اليومية والوجبات الخفيفة فان هذا الاقتران يوفر خيارا مغذيا ولذيذا هيا انغمس في جودة التمر مع الحليب وتذوق النكهات اللذيذة والتغذية التي يقدمها شكرا لكم على اهتمامكم وامل ان تستمتعوا بالفيديو اشتركوا في القناة